موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين نتابع في هذه الحلقة الحوار الذي بدأناه على أجزاء مع سيد بسام أبو الشريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات في الحلقة الماضية فقط للتذكير كنا تحدثنا عن أمور عديدة بدءا من خروج القيادة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان تموضعها في لبنان الحرب الإسرائيلية على بعض القيادات الفلسطينية والاغتيالات التي تمت في بداية السبعينيات أيضا حرب 73 الحرب السورية المصرية على إسرائيل وكيف كانت ردود الفعل الدولية والفلسطينية تحديدا عليها وصولا إلى الحرب الأهلية في لبنان الـ 75 وموقف القوى الفلسطينية وقتها وبالطبع لاحقا دخول القوات السورية إلى لبنان بناء على طلب لبناني أهلا بك من جديد سيد بسام أبو الشريف إذن وصلنا إلى الدخول السوري إلى لبنان نحن نعلم أن الحافظ الأسد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اجتمع بيسر عرفات في الـ 21 من فبراير عام 76 وتم الاتفاق على وقف القتال بالطبع سبق ذلك ربما عدت اجتماعات بين قيادات فلسطينية والقيادة السورية حدثنا بالتفصيل أكثر عن هذه الاجتماعات فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على القوى الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية الموضوع ليس كما يبدو ظاهرا أو يفهمه بعض الناس إنها حرب لبنانية لبنانية حرب أهلية حرب الشرعية ضد الوجود الفلسطيني حرب لا هذه كانت حرب إسرائيلية هدفها جر المقاومة الفلسطينية لمعارك داخلية تؤدي بها إلى الدمار أو إلى إجبارها على الخروج مرة أخرى كما جرى في لبنان نفس السياق بعد أن فشلت في تصفيتها وتصفيت قياداتها وحصلت حرب تشرين وبدأ رئيس السادات يطرح بقوة أن تكون منظمة التحرير شريكاً كي تأخذ محتلة من الأرض الفلسطينية عام 67 أصبح الأمر أكثر جدية وأرادت أن تصفيه فعلاً لذلك قامت بتدريب المسلحين الذين هاجموا القوى الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية وتسليحهم وإعطاءهم خبراء وقيادة مخابراتهم وإلى آخره وكان لله والتاريخ أن القيادة الفلسطينية كانت تعلم تماماً هذا المخطط من خلال التحليل وحاول الرئيس ياسر عرفات أكثر من مرة ألا يجر أحد إلى هذه المعركة ويسعى لوقف إطلاق النار وأنا أتذكر عدة مرات اتطالات هاتفية بين شخصيات لبنانية وياسر عرفات وبييرج مين أن القصف يطال مكتبي نحن لا نريد أي نوع من المشاركة في مثل هذه المعارك وكان في رغبة حقيقية بمنها الآن القيادة الفلسطينية مستوعبة ولكن علي أن أضيف أن جاء جزء من القيادة اللي كان بيقوده بعض خلينا أقول على يسار ياسر عرفات وجزء من القوى اللبنانية ظنوا أن هذه المعركة يجب أن تذهب إلى أبعادها بحيث أن تكون معركة حاسمة مع قوى اليمين لإخراج القوى الفلسطينية لا 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 القوى الوطنية بدأ معركة حاسمة مع قوى اليمين اللبناني المرتبط بالمخطط الإسرائيلي ياسر عرفات لم يكن يعني اللي كان يريد وقف اطلاق النار اللي حصل أنه الرئيس فرنجية لما أدخل الجيش السوري أيضا يجب أن نذكر للرئيس إليمان فرنجية هذا الوعي أنه اكتشف أن كل الموضوع ليس مواجهة المخالفات الفلسطينية كما كانت تدعي قوى اليمين أن الموضوع هو مخطط إسرائيلي ودخور القوات السورية لوقف هو نوع من وقف ولو مؤقت للمخطط الإسرائيلي وكذلك كان يريد ياسر عرفات من هنا كان الاجتماع لاحقا كان على اتفاق تام بوجهة النظر هذه الآن فشل هذا الأمر فشلت هذه الحرب تم الاتفاق بين أبو عمار والرئيس الراحل حظ الأسد على وقف إطلاق النار ولم يعمل به وتم وقف الإطلاق النار فيما يسمى بالحرب الأهلية اللي هي حرب إسرائيلية وبقية القوات اللبنانية متحفزة لكن كما تذكرين 76 خفتت الأمور 77, 78, 79 عاد النشاط الإسرائيلي مرة أخرى بشكل مباشر شكل مباشر قصف للجنوب للقواعد غزوات صغيرة عام 79 وعام 80 غزوا منطقة سور وعادوا فيها فترة ثم أجبروا على الخروج منطقة صيدة منطقة اللعقوب يعني عادت إسرائيل لتستمر بأسلوبها التكسيري لإنهاء هذه الظاهرة وأيضاً لخلق أجواء في لبنان معبئة لأنه يا أخي اطلعوا من بلادنا إحنا لو لا الفلسطينيين بخير كما يقول اليمين اللبناني الوجود الفلسطيني هو السبب الوجود الفلسطيني إلى أن كان عملت إسرائيل غزو كبير سنة الواحد الثمانين صحيح غزو لبنان وفشلت وخسرت مخاسر والطيارة اللي هلأ بتدور عليه أسقط في تلك المعارك أراد اللي هو الطيارة أراد اللي الآن بدوروا عليه وقويمة روحي في الداخل على الحدود 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أراد الآن كيف تم الغزو وكيف كانت تخضر الأجواء لبنانياً يعني هل كان هناك معطيات أو معلومات لديكم عن إمكانية استياح كبيرة للبنان كالتي حدثت بالأواخر الـ 81-82 هنا أذكر بس بي أنه جرى الاتفاق مع سوريا أيضاً على موضوع وقف اطلاق نار في الجنوب وأن تأتي قوات طوارئ وإلى آخره وأول مرة بتوقع نتيجة فشل إسرائيل وخسائرها في كل المعارك اللي شنتها فكان فيه بجنوب لبنان قوات طوارئ أممية ووقف اطلاق نار ملتزمة به المقاومة الفرطينية رغم معارضة عدد من التنظيمات لهذا الأمر فكان يحصل أحياناً أنه تصير فيه عملية هناك أو عملية هناك ولكن كان فيه وقف اطلاق النار كما هو جاري الآن الآن كون هذا الأمر المعركة الإسرائيلية داخل لبنان التي شنتها قوى اليمين على القوى الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية واستدعاء أو استضافة الجيش السوري من قبل الرئيس للمان الفرنجية ليوقف هذا ويمنع المخطط الإسرائيلي والحقيقة أن الرئيس للمان الفرنجية قلبه وعقله مع القضية الفلسطينية وأنا أعرف لأنه التقيت فيه أكثر من مرة وبعد ما بط الرئيس بقيت أدوره باستمرار وهو رجل رجل وطني يقف موقف الرجال من هذه القضية فلما كشف القصة وقف أجر الجيش السوري الآن إسرائيل بدأت تفكر مرة أخرى أنه هذه لا حرب داخلية ولا الشعب اللبناني محتضن المقاومة رغم كل التعبئة ضد المقاومة رغم الأخطاء اللي كانت تصير رغم كل شي لسه الشعب اللبناني محتضنها وما عمل اللي متوقعته إسرائيل بمعنى أن النظام والشعب يقول لهم بره زي ما حصل في الأردن طيب لا نريد أن نقفز على واقعة حدثت قبل الغزو بلبنان في الواقع حدث أو دعية إلى قمة طارئة في الجزائر لتوحيد الصف الفلسطيني هذا صار يعني حدث قبل الغزو للبنان ويومها وقف ياسر عرفات وقال أنه الأمر لي بما معناه أنه أنا من يملك القرار الميدان على الأرض وأستطيع أن آمر الجميع بإطلاق ألفي صاروخ على الجليل من منكم مستعد لتقبل النتائج من كان حاضر بتلك القمة كل القادة العرب كان بعد قمة بغداد التي ناقشت ذهاب الرئيس السادات إلى القدس إلى القدس صحيح انقسم الصف العربي الرسمي إلى دول لا تتعلق أو تتخذ موقف وإلى دول شكلت جبهة الصمود والتصدي هذه الدول اللي شكلت جبهة الصمود والتصدي كانت سوريا ليبيا الجزائر منظمة التحرير اليمن والعراق إلى فترة معينة ورغم أنه العراق ما مشيش في هذا لكن لم تقم علاقة مع السادات احتجاجا على زيادة لإسرائيل هلأ عقدت قمة في ليبيا وكان فيه اتفاق أنه يجب أن نصمد وأن نتصدى لإسرائيل ونرفض لعرف بها وإلى آخر حصل قمتين مهمات في هذا الشأن قمة في دمشق وقمة في الجزائر قمة الجزائر قبل الغزو كانت صحيح وكان في فترتها السادات قد أعلن أنه منظمة التحرير يجب أن تكون في المفاوضات لها الشعب الفلسطيني لها حقوقه وتقبل بقرارات الشرعية الدولية فكانت القمة بتبحث أنه السادات مين فوضوا يحكي باسم الشعب الفلسطيني وجرى نقاش في جلسة ضيقة للقمة حاول أنه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ولا يجوز للسادات أن يخاطب الأمم المتحدة بهذا وطلبوا من ياسر عرفات أن يرسل برقية رسمية للأمين العام للأمم المتحدة بأن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المنقولة بالتعبير عن موقف الشعب الفلسطيني وكانت توترت العلاقة أصلا بين المنظمة منظمة التحرير ومصر على خلفية ديارة والإسراء ما كانش فيه توترت جدا وفيش علاقة صحيح لكن في جلسة القمة توتر الجو بين يعني الرئيس حفظ الأسد قال أنه هذا خطأ وهذا كذا وهذا كذا فوقتها الرئيس ياسر عرفة قال إيش اللي بدكم يا مني بدكم تقاتلوا بقاتل بس أنتوا لا بدكم تقاتلوا ولا بدكم تروحوا على السلام طيب أمسك التلفون أنا عندي ألفين صاروخ في جنوب لبنان هلأ بعطي أمر لضرب الألفين صاروخ مرة واحدة على مستعمرات الجليل نعم تتحملوا تتحمل سوريا هذا الأمر هذا إعلان حرب كان موجه لسوريا بشكل خاص الكلام كان موجه دون أن يوجه واضح أنه موجه للرئيس حفظ الأسد فالرئيس حفظ الأسد قال له هدي عصابك أخي عمار هدي عصابك إحنا منبحث ما هي أفضل السبل للصمود نعم وما هي أفضل السبل للتصدي فالموضوع ليس موضوع تحدي إليك أو تحدي لسوريا الموضوع حالنا حال هذه المجموعة التي قررت أن تصمد يومها الرئيس بومدين بعد هذه الجلسة أخذ أبو عمار على جنبه وأنا كنت موجود نعم أنا الوحيد اللي كنت موجود كان تربطني بي الله يرحمه الرئيس بومدين علاقة كتير حميمة فبذكر مسك إيدي ومسك إيدي ياسر عرفان قال له بالحرف قال له ما يهمنا يا أبو عمار أن نمنع أحد من التصرف بالقضية الفلسطينية دون دون أن يكون الشعب الفلسطيني راغب بذلك نعم ولذلك بدنا هذه البرقية حتى تعيد الأمور إلى نصابها ليس السادات هو من يمثل الشعب الفلسطيني أرسل البرقية وانتهى الأمر ولأخر ولكن في قرارة نفسه أبو عمار لماذا كان لديه هذا الهاجس أو الخوف من رئيس الراحل حفظ الأسد وأنت تعلم أنه رئيس الراحل حفظ الأسد كان ربما يهمه أن يستميل الجانب الفلسطيني للمفاوضات اللاحقة كان على الجولان أو الضفة أو غزة يعني ليكون عنده الثقل الفلسطيني بأي مفاوضات محتملة مع إسرائيل لماذا كان يعني ياسر عرفات رافض كليا لهذا الموضوع شفاء لك ياسر عرفات كان يحلم بأن يكون هناك مكسب للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير رغم عدم يقينه من أنه ستقبل منظمة التحرير أراد أن يرمي لأنه لا يستطيع أن يرمي هو كون هناك في منظمة التحرير وجهات نظره معارضة لوجهة نظره ففترتها وهذه تحليل لم يقل لي ذلك أعتقد أنه هو الذي طلب من السادات أن يقول ذلك أعتقد ولكن لما أصرت الدول العربية على بجبات سمود وتصدي على ذلك وافق ومشي وهو يعلم أن هذا يغلق الباب أمام ياسر عرفات والسادات بمعنى لهاي رغم هيك لأنه كان في سبب آخر كان فيه تعقيدات كثيرة حول موضوع الوفد الفلسطيني من يمثل الوفد الفلسطيني آه وفد أردني من أصل فلسطيني وذكر اسم الدكتور وليد الخالدي وذكر اسم هذا لكن ما كانش فيه اتفاق على ذلك زائد كان فيه معارضة وهون انشق الصف الفلسطيني بعدها شق لأنه صار فيه جبهة صمود الفلسطينية اللي جبهة تعريل العربية والجبهة الشعبية ومقابل تنظيمات أخرى هلأ ما جرى هام جدا هلأ هذا التوتر لم يؤدي إلى صراع حقيقي بقيت اسرائيل مستمرة في ضر نعم عام احتمانين كما قلت لك صارت غزوة يعني كبيرة كتير في الجنوب وخسرت فيها اسرائيل وهون اجا كيف خسرت يعني ماذا تقصد خسارة بشرية كبيرة يعني وانسحبت لم يكن ذلك الغزو اللي له نتائج يعني بدأ شارون بالتفكير بأنه هذا الأمر لن يحصل وتذكري شو قلت لك تهديدهم للأردن إلا إذا غزى لبنان كنس منه المقاومة وطلع تنظيف يعني عملية تنظيف كما كانت تسمية نفس القصة اللي جرت في السبعين في الأردن في لبنان في الشي نظام قادر أو راغب بأنه يخوض هذه المعركة مع المقاومة خاصة أنه الشعب اللبناني القوى الوطنية محتضن المقاومة إذن لابد من إسرائيل بدون والشي الوحيد المطلوب مش موافقة لبنان موافقة أمريكا هون بدأ شارون زياراته المتتالية لأمريكا منذ نهاية عام 81 كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغن رونالد ريغن نعم وكان وزير خارجيته أليكزاندر هيد هل وأليكزاندر هيد صديق لشارون هلأ أول مرة رفض هلأ كان خلال قبل ذلك ريغن بدأ يخوض انتخابات وهذه من الأسرار اللي أحب أعطيك وذكرتها في بعض الكتب ولكن فيه تفاصيل لما أذكرها رأحطيك قبل هذه الزيارات إجا شخص أطلع عربي أمريكي من ما يسمى لجنة الحملة الانتخابية لرونالد ريغن نعم قبل ما يصير رئيس وكان التنافس بينه وبين الرئيس جيمي كارتر وجيمي كارتر كان نازل دورة تانية وسيفوز في حال واحد في حال أفرج عن الرهائن في السفارة الأمريكية المحاطرين في السفارة بإيران في طهران صحيح وكان أبو عمار اللي كان أول قائد يزور رحمه الله آية الله خميني رغم إغلاق الأجواء ورغم ماذا على صلة وكلف ناس للحديث بمعنى أنه إذا أعطي ذلك لمنظمة التحرير فمنظمة تحرير ستكسب رصيد قد يمكنها من إيجاد شرخ في هذا الموقف الغربي كانت الأمور ماشية يعني لسه أخدوا رد وما فيش جواب إيجابي من الإيرانيين حتى تلك اللحظة فكان مرعوب رونالد ريغان ولجنة حملته الانتخابية من فكرة أن ينجح ياسر العرفات في إخراج الرهائن قبل الانتخابات لأنه هذا سيعني فوض كارتر مئة في المئة وخسارة ريغان يعني أبو عمار التقى بالإمام الخميني لأجل هذه الغاية هذا المندوب إجل عندي وأنا كنت عضو مكتب سياتي للجبه الشعبي وقال أنا بدي أشوف يا سلام فتال يجل عندي روح على فتح شوف أبو عمار أنا جبه شعبي قال لا أنت اسمك المتروح لأنه أنت مش مخترق ومش راح يطلع الخبر عن مجي وأنت أضمن طريقة أنه يبقى الأمر سرعا من هذا المندوب ما وزنه هذا أذكر أنه هو من بيت بسيتو طبعا من عصل فلسطيني يعني بسيتو من غزة أطلا بس هو أمريكا يعني بعرفتش يحكي عربي حتى واسمه بزيز يعني حرف وصير أمريكي بس هو قال وأنا وقتها هربته على شخص من بيت بسيتو في حركة فتح مهدي بسيتو هربته عليه التقى في أبو عمار في بيتي ساعة ثلاثة الصباح بيتي كان ثلث الخياط هنا في بيروت بيروت نعم وقال أنا جاي أحمل رسالة من رونالد ريغان رونالد ريغان بطلب أنه منظمة تحرير تخفف من نشاطها للإفراج عن الرهائن إلى ما بعد فوز ريغان نعم مقابل ذلك يعذر رونالد ريغان أن تكون أبواب البيت الأبيض مفتوحة لمنظمة التحرير الفلسطيني ويكون له دور في عملية السلام وا 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 فقال له أبو عمار أبضنا زمان كتير كلام وهذا كلام ما بنأبضش بده إشي مكتوب نعم ثاني يوم جاب له رسالة مكتوبة موجودة مع ياسر عرفات في أرشيفه ولا أدري أين هي نسخة واحدة وحطها في دفتر الأخضر اللي بحطه بجيبه وما دخل هذا بالزيارات التي كان يقوم بها شارون إلى البيت الأبيض هذا عم بحكي لك قبل ما ينجح ريجان في الانتخابات أعطى وعدا لأنه تم صحيح تأجيل فاز ريجان وهو ملزم وتعاخد به لياسر عرفات هلأ بين هذا التعاخد لياسر عرفات وما أعطاه لي شارون وهذا سبب من أسباب رفضه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة طلب شارون غزو لبنان غزو لبنان رفض ثلاث مرات هون بتقولي هنري كيسنجر حسب ما بقوله هو كان ضد ربما أشار أيضا أنه هو ضد ولكن أنا بعرف موقف ريجان كان ثلاث مرات يرفض حصل تطور داخلي في أمريكا جعل ريجان يعطي الضوء الأخضر مشروطا لشارون وهو نمي إلى نانسي ريجان أن أليكزاندر هيج علاقته إيجابية مع شارون ويوسع علاقاته مع الدائرة اليهودية لأنه يريد أن يترشح للانتخابات بعد ريجان كونه ريجان خطير وخرفا وخلط بقدرش يجي كمان دوره فجنة جنونها نعم وحرضت زوجها اللي لما إجي شارون التقى به حتى يسحب أوراق هذه صارت لعبة أمريكية داخلية أعطاه ضوء الأخضر مشروطا صارت ماذا كان وأنا أبلغت من شخص في المقرب جدا بالشروط وهي 40 كم متر زيادة لا جنوب لبنان الجنوب نضيف اثنين سنحاول أن نقنعهم بإعادة الانتشار قبل إذا فشلنا ف40 كم وشرط مؤكد عدم الاقتراب من بيروت اشترط ريجن على شارون عدم الاقتراب من بيروت مش اقترح شرط ايه اشترط الآن لماذا كان لدى الإدارة الأمريكية هذا التخوف وكأنه كان لديها حساس بأنه شارون سيذهب إلى أبعد من ذلك لا هو نوع من تقييد لشارون وربما اللي نبه المخابرات الأمريكية حول استجيل شارون نعم استجيل شارون اللي هو سلسلة أكاذيب متلاحقة ولا يفي بوعود وا 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 وكان هذه شروط حطتها هلأ نيجي ل الافتراض الأول وهو إنه إعادة الانتشار نعم فلسطيني نرجع شوي لأبو عمار وثوريا أبلغت سوريا من قبل الولايات المتحدة بأنه لابد من إعادة انتشار قوات الفلسطينية 40 كيلومتر بحيث أنه صواريخهم لا تطال متوطنات الجليل نعم وإلا فأنه إحنا مضطرين نسمح لإسرائيل تنظف الأربعين كيلومتر من صواريخ ووجود القوات الفلسطينية فسوريا استدعت القيادة الفلسطينية أو دعتها لاجتماع مشترك ما كان شاب عمار موجود راح لأخبه وياد واجهد وسعد صايل وغيره واجتمعوا اجتماع طويل في سوريا وتم الاتفاق بين هذا الوب وبين سوريا على التحرك المتناغم والمنسجم وهذا بين سوريا والمقاومة بحيث لا تتضارب المواقف وانه في عادة انتشار لمنع اسرائيل من الدخول وانه منضل على تنسيق وتسمي الاتفاق الاستراتيجي سنتابع تفاصيل هذا الاتفاق واستماع حافظ الأسد لاحقا بياسر عرفات ولكن اسمح حالي بفصل قصير مشاهدين هذا الفصل نستكمل الحوار بعده لا تذهبوا بعيدا نرحب بكم من جديد مشاهدين إلى هذا الحوار مع أحد رجالات ومناضلي مراحل كاملة ومحطات كاملة في القضية الفلسطينية هو سيد بسام أبو شريف سيد بسام كنا قبل الفاصل نتحدث عن اجتماع القيادة السورية بوفد من الفصائل الفلسطينية ولاحقا بالقيادة الفلسطينية أبو عمار وتم الاتفاق يفترض على وقف اطلاق النار ما الذي حصل بعد ذلك في تناقضات داخلية يعني أبو عمار ما كانش ما تقول الفتح فقط أبو عمار تم الاتفاق على تنظيم التواجد الفلسطيني أو توحيد هذا مع الوفد الفلسطيني نعم مع الوفد الفلسطيني والفتح اللي رأى على الشام المكون من أبو إياد وأبو جهاد وتعالصائل هذا وفد قيادة فتح الآن أبو عمار لما رفض تدعى عدد من القيادات الأخرى وشو رأيكم بهذا كان فيه للجبهة الشعبية موقف رافض كان فيه للجبهة التحرير العربية موقف رافض كان فيه يعني أبو عمار مش مسؤول فتح فقط نعم هو مسؤول عن منظمة التحرير وفصائلها التانية ولازم يأخذ رأيها لأنه بالآخر فيه تصويت مين مع مين ضد طبعا لا أخفيكي أنا كان عندي شعور أنه رفض هذه المنظمات الذي سعى لإسماعه ياسر عرفات في الاجتماع كان يلبي ما يريده ياسر عرفات بمعنى عدم إعادة الانتشار الفلسطيني الانتشار لماذا لم يكن يريد ذلك بالمناسبة كثير من القيادات كانت مستبع دي جدا فكرة الغدو وأنه بتسترجيش إسرائيل خاصة أنه بتلق أربع مرات سبقت ذلك أكلتها يعني قتل علق سخنة راح لها عدد كبير من القتلى وكانت تهمت بعض الناس بالتجسس ومسكت ناس جوا بالتجسس وأنه بلغوا الفلسطينيين سلفا بالهجوم والآخر المهم ما حصل سوريا كانت تصدق ما قالوا الأمريكان بمعنى أنه 40 كم نقطة ولذلك لم تتوقع أي صدام مع قواتها الفلسطينيين جرى التالي هذا لما نقول بلغت سوريا أمريكا وهذا كله قبل نصيحة للفلسطينيين بعادة الانتشار لم تلبى لم تنفذ فريغان أعطى ضوء الأخضر مشروطا لشارون هلأ هذا من جانب ماذا قال تحديدا ريغان لسوريا يعني الإدارة الأمريكية ما الذي أبلغته لسوريا أبلغت سوريا أنه إسرائيل تطلب تنظيف 40 كم من الجنوب ما لم فأنتوا يحكم على الفلسطينيين يعيدوا انتشار قواتهم نعم لكي سحب هذا المبرر من إسرائيل لأنه ريغان لا يريد جوه لا يريد وكانت القوات السورية متواجدة أصلا في لبنان وقتها مين القوات السورية كانت أصلا موجودة لم يتم إثارة هذا الموضوع بين الأمريكيين والسوريين بلغت سوريا وأنه سوريا مش معنية كمان جدء منه أنه إسرائيل مش معنية بالقوات السورية معنية بال40 كم لقل أتشقي وهذا ما أبلغه شارون لمنح بيغان رئيسه ودراؤه وأبلغه لريغان وأبلغه للجميع وخدع شارون بنتيجة الأمر كل هؤلاء بما فيه رئيسه ودراؤه اللي يستقال ونجن وهذا نتيجة كذب شارون عليه ما يهمنا الآن هون كيف عرفت المقاومة بشكل مؤكد أو مش مؤكد بشكل معلومات أنه هنا لغتب وهذه قطة ذكرت في كتاب من كتبي أنه جاءني شخص إلى مكتبي خايف يرتعد كل دياب تطلع على وراء وأبلغني أنه فيه غزو واحد اثنين ثلاثة وأنه شاهد هذا الأمر على خريطة كروكيه مرسومة باليد على طاولة بشير جميل في مكتبك هنا في بيروت كنت في مكتبي بكورنيش المدرعة في بيروت وقلت له أقعد هدي أعصابك رجان هذا موضوع مهم طيب هلأ بتقدر ترجع تشوف هذا وترتم لي على ورقة صغيرة مشان تكون متأكد نعم بخط ايدك هيك وين الخطوط وين الاسهم وين الهاي قال بحاول راح فعلا رجع بالخطوط غدو البري منين جاه عند خلدة عند السعليات والإضافة وبيروت وقوات اللبنانية كان مفترض أن تأتي من الكارنتينة كورنيش البحر تطلع بالنسي جيت تاعة الجامعة الأمريكية إلى شارع بلس للحمرة لتقطع أوطال القوات اللبنانية وقتها برئاسة بشير كان دورها المرثوم نعم أنا أول ما طرحته في المكتب السياتي الجبهة الشعبية واللي عايش من أعضاء المكتب السياتي الجبهة الشعبية الآن وبإسمعني بعرف أنه كل كلمة أقولها هي حقيقة طار نقاش في المكتب السياتي نصدق أو لا نصدق صحيح أو غير صحيح هذا الجنس كان الرأي أنه مستحيل إسرائيل تغزو نعم ستستمر إسرائيل في توجيه ضربة هنا وضربة هناك ومش بتسيك واتهمت أنا من بعض الأعضاء أنه أنت عم تخدم أبو عمار بهذه القصة تعرفاتي وفجأت أنه في طلب أيضا بملف المكتب السياسي بإنزال مرتبتي من المكتب السياسي إلى اللجنة المركزية لهذا السبب طيب حصل الغزو وكان كان معه فق لا لا أريد أن أكمل لك مشانا تفضل أبلغ تياتر عرفات اللي استدعى سعد صايل جنرال سعد صايل جنرال سعد صايل اللي قال عسكريا هذا أوثنتيك يعني منطقي عسكريا وأبلغنا السوريين أنا أبلغت السوريين كان لهم مقر مخابرات على الإيدن روك في بايرو نعم أبلغتهم بذلك ما في تعليق يوم خمسة حذران يوم الغزو يوم الغزو حطلت أول غارة على المدينة الرياضية فثبت أنه كل هذا قائم اللي حكى فيه هذا الشاب صائب دع أبو عمار لاجتماع سريع للقيادة العسكرية نعم في غرفة العمليات دمرت بعدها في غرفة العمليات كان موجود مناضل كبير أبو أحمد فؤاد الآن منتخب نائب أمين عام الجبهة الشعبية وهو الرجل المناضل وصلب وكان متؤول العسكري للجبهة وكان سعد صايل وكان مجموعة أخرى من الضباط ومفروض الخريطة الميدانية العسكرية للتتبع فوقتها أبو أحمد فؤاد طلع برئيس يسر عرفات وقال له أنا نازل على صور لأنه الموضوع جدي فهذا العسكري الجبهة الشعبية نزل على الجنوب للمواجهة لقيادة المواجهة فعويا قائد لمنطقة بمنطقة صور نعم هلا بدأت الحرب فعلا بدأت الحرب يعني اللي قيل أنا كنت محطط أقول لك الحقيقة نعم بغض النظر عن قرار المكتب السياسي كنت نقلت كل الكوادر تبعي والأوراق والأرشيف هذا من الفاكهاني إلى مكان آخر لأنه بعد ضرب المدينة الرياضية بدأ تحطيم الفاكهاني بناء ورمينا وفقط للمشاهدين فكان هو في وسط بيروت يعني في أحد شوارع العاصمة بيروت وهذا ما لم يكن بالحسبان يعني أن يصل تصل قوات القوات الإسرائيلية إلى وسط بيروت خوصرت بيروت وقتها بهدف طبعا تصفية القيادة الفلسطينية ماذا طلب الأمريكيون والإسرائيليون من وليد جنبلات يومها قبل بدي أقولك شغلة حصلت كتير مهمة طيب إسرائيل اخترقت من الجنوب واستخدمت تكتيك الجندب العسكري القفز آه يعني مثلا عندها انزال على خلدة من البحر دبابات برمائية وجنود في الوقت اللسه هي بطور نعم حتى تلخم المواجهة أنه وصلوا خلدة ولما تنشر الكلام وصلوا خلدة ترتبط كل القوات اللي بدها مور والسعديات والصيدة والآخرين فالتبعوا واكتشف هذا هون وجهت لهم ضربات رفعة المعنويات للسماء لأنه ومسكوا ثلاثة أربعة دبابات أول يومين من اللي نزلوا عند خلدة وجابوهم وبعدين سلمناهم لتجول في العاصمة هذا مهم ليش مهم أنه استمرت المقاومة فاتبعوا طريق الجبل ووصلوا إلى المختارة عبر لواء درزي يقودوا ضباط إسرائيليون يهود ولكن أغلبية اللواء كانت دروز والدروز ما مستعدين يشتبكوا مع الدروز وطلوا لجملات وأخذوا جملات إلى سير المعارك سير المعارك شارون حتى ولد سبقات المنطقة صيدة آجى على بعبدة ودخل على المخفر ورموا برا كل الموجودين ورفع إجريه وجاب الصعفيين وقال الجملة اللي بتثبت فشله وتذكرنا بأهداف قول دمائير ومنح أنا هون لي أقتل هذه القيادة وأصفيها قيادة منظمة أو أعتقلها اللي تحاكم وأنهي الوجود وجود المخربين في لبنان يعني هتحدد الهدف مش أي هدف تاني ضارب بعرض الحائط الأمريكان وما إذا كانوا يوافقون على ذلك أم لا حتى قوات السورية تفاجأت كثيرا بحزن الغزو أنا السوريين لم يصدقوا في البداية أن شارون مستمر أكثر من 40 كيلو لم يصدقوا وصار في استبال أنا اجتمعت مع القائد العسكري اللي كان في عين دارا قائد السوري قال لي عشرين مرة أتصل بالقيادة وقول لهم الدبابات تتجه نحونا يقولون مستحيل لأنه السوريين صدقوا الأمريكان اللي صدقوا شارون نعم أنه السورية مش معنية لما وصلوا عين دارا واشتبكوا مع الجيش السوري وهذا ثاني يوم طلع الطيران وطار 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 في قتال فدخلوا الأمريكان فورا بين السوريين والإسرائيليين صار في قتال بخلت القوات السورية على الخط خمسة صحيح اللي دخلوا الأمريكان فورا أنه مع سوريا فيش قتال صار وقفة لخنا استمر معنا هلأ قلعة شقيف رغم أنه وصل بيروت وحطر بيروت ونزل تدمير بيروت بقيت صامدة سقط في قلعة شقيف مئة وعشرين شهيد نعم فلسطيني آخرهم شبل نعم اسمه بلال الشبل بلال حكى مع ياسر عرفات في غرفة العمليات قال له لم يبقى إلا مدل غيري أبو عمار قال له معاك سلاح قال له آه معي صاروخ واحد قال له تعرف تضربه قال له آه قال له اضربه ضربه وانخرس الجهاز نعم استشد راحت القيام السنة هذه يا لينا فيه فيلم عرض في التلفزيون الإسرائيلي بعرف اسمه حتى انت بهره يمكن التلفزيون الإسرائيلي عرض فيلم وصول منح مبيجا لقلعة شقيف نعم اللي أعلن فيها انتهاء عملية سلام الجليل انه الانتصار الإسرائيلي مش بس انتصار وانتهاء في الوقت اللي مكمل شارون وزيره في بيروت وقاعد بقتيال أليكزندر بالأشرفية هلأ بسأله على الفيلم منح مبيجن بسأل ضابط طغير ملازم قال له كانت معركة قاسية مش هيك ضابط دموعه بتنزل مش حبر لم ينسى قال له تطلع على الأرض اللي انت واقف عليها ضلط الكاميرا معبّي رصاص فاضي من مختلف الأحجام من ضراوة المعركة أي معركة ما هو انت مش عسكرية بس انت لما تطلق النار الفاضي بيبقى عندك صحيح بروحش عند الإسرائيلي فكل هذا رصاص فلسطيني لأنه الإسرائيلي بتيجي اللي بدا تقتلك بس والفاضي بيضل عنده هذه الأرض القلعة مغطى يرصاص من مختلف الأحجام فاضي اللي أطلقوه الفلسطينيين لم يبقى معهم طلقا وهذا دموعه بتنزل قال له أقصى مما تتصور كان فيه يعني مستوى من الصمود عالي جدا أنا نقيل أنه وقتها تم قتل يعني أحد الضباط الإسرائيليين ذو الرتب العالي صحيح بهذه المعركة تحديدة في هذه المعركة قتلواها بس انقتل خمسة ضباط خمس ضباط إسرائيليين في بيت مهجور في الدمور كما نولهم وقتلوهم نعم المقاومة أكتر من هيك هاي اللي أول مرة بقولها وانا سمعها من هذا مؤكد بيت المير أرسلان اقتحموا اقتحموا المنزل عاجوا الإسرائيليين ما هو مروا من هناك قد ما فيه مقاومة وضرب عليهم دخلوا البيت مشان يحتموا اي بعرفش إيش أسمها الزوجة أجت قالت لهم ما في إلا نسوان هون شو بدكم قالوا لا لا بدنا شي شي ما بدنا نحتمي من القصف والضرب من بيروت مقاومة لا ما جمبهم شرباكات يعني استشهد من عندنا اللواء عبدالله صيان كمان ضعبت من أكبر الضبات تبعونا استشهد في هذه المعركة بعد أن أصلاهم نارا إيش السبب أنه منحين بيجن استقال ونجن حجم الخسائر الإسرائيلية الإسرائيلية كذب عليه شارون في خسائرهم وخسائرنا طيب ومع ذلك صبره شكيلة ودوره فيها كذب عليه أيضا تبلغتم بمجزرة صبره شكيلة بالاثنين وثمانين فقط هذه اللحظة أريد أن يعرفها المشاهدون كيف تبلغتم بالمجزرة فور أو بعد وقوعها قبل أريد أن أرجعك لنقطة ذكرتها وهي أهم جدا أخذ وليد جنبلاط في محيط وزارة الدفاع في بعضها اجتمعه واللي جابته سيارة السفير أجا وليد على طلب الاجتماع بالقيادة لأنه في رسالة بده يبلغها اجتمعنا بمكان قبو وراء سكنة ماريلياس في شارع هناك كذا مبنى في شارع من الشوارع في بناية في مخزن سجاد تحت في مخزن السجاد التأت القيادتين مع وليد جنبلاط كان حاضر جورج حباش أجاياس العرفات قيادات الفلسطينية كان الله يرحمه أبو أنيث الحزب الشيوعي جورج حاوي كل القوى الوطنية اللبنانية موجودة وهذا وقال وكان وليد بحالة عطبية جدا بين الضحك والبكة والهدى ومش عارف يده قال أنا جاي طلبوا مني اطلق عليكم رساطة الرحمة للفلسطينيين للقوى اللبنانية والمتحالفة اطلق عليكم يعني هم مش ضمن المهاجمين وإسرائيل جاوبوا حاوي جاوب جورج الله يرحمه جورج حاوي جاوب كلهم جاوبوا باتجاه احنا طامدين احنا مع القوى الفلسطينية احنا معاي جورج حباش قال له أنا بدي أحكي بس بكل بساطة كل ما نطلبه من إخوتنا اللبنانيين أن يسمحوا لنا أن نتشهد على أرض لبنان نحن سنقاوم حتى الاستشهاد قرار حاسم كان قرار جورج حباش عم بحكي الوحيد اللي ما فتح تمه أبو عمار ماسك ألم الرصاص ببرم فيه بسمعه حكوا كلهم هنا طلع بولي جمعات قال له خلاص قال له طيب وراي شغل وان كنت حاضر حاضرتك في الاجتماع أنا موجود أنا ما غادرتش غرفة العمليات طوال فترة الحرب إلا لألتحق بمحور قتالي خرج أبو عمار من الاستماع خرج مع جملة مهمة أنا عندي شغل أنه هذا كلام فاضل اللي بتحتي فيه ما عنديش وقت أضيعه عندي شغل طيب بالرغم من كل ذلك يعني بعد فترة شارون قال باي باي منظمة التحرير ورد عليه أبو عمار قال أنا متوجه إلى القدس وكان قرار حاسم من القيادات الفلسطينية سنتوقف عند هذا الحد في هذه الحلقة نتابع في الحلقة المقبلة تفاصيل ما جرى بعد ذلك بعد الغزو الإسرائيلي للبنان كيف تصرفت القوى الفلسطينية طبعا بعد الثمانينات كان يخضر للانتفاضة الأولى وسبق الانتفاضة الأولى بال87 جملة عوامل وعناصر أدت إليها في الداخل والخارج اسمح لي أن نتوقف إلى هنا لنتابع ذلك في الحلقة المقبلة مشاهدين إذن في الحلقة المقبلة نتابع من جملة ما سنتوقف عنده الوثيقة القنبلة كما سميت لبسام أبو شريف يتحدث فيها للمرة الأولى عن حل الدولتين من أول من علق على هذه الوثيقة ماذا كانت ردود الفعل عليها ولاحقا لماذا طلب الرئيس مبارك من بسام أبو شريف نقل رسالة لأبو عمار بعبارة المحتاجة غناجة نعرف ذلك في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر